بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته عنوان موضوعنا أناقة الرجل وأناقة المرأة حيث نتكلم عن الأناقة تيطحنا في البال هو اللباس هو الشكل الظاهري هذا جزء صغير من الأناقة الأناقة أخلاق الأناقة سلوك الأناقة معاملات لأننا حيث نجول المعاملات والدين شنو هي المعاملات منسبة الدين وما الحيوط وشنو هي الشعائر اللي هي صلاة والصيام وشنو هي الصبغة إذا كان الحيوط تراشيين كانوا الحيوط مشقوقين ما تنفعش ذيك الصبغة إذا كانت المعاملات ديالي والأخلاق ديالي زيرو ما غير ينفع ذيك صلاة والصيام لأن صلاة وصيام وزكما الدرس إلا باش تحسنوا الأخلاق دينا ذاك الشعر لاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ليرونا الإمام مالك في الموضطة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لهذا قد نتكلم عن الأناقة للرجل والأناقة للمرأة أناقة الرجل تبتدئ بغض البصر وأناقة المرأة تبتدئ بعدم لفت النظر نبدأ بالراجل هو خرج للسلقة كي نحويج خصو يلتزم بها مش مثلا تكون شي وحد عرينا يقول يا ولاش أنت تعريتي بما تعريتي بغيت أنا نشوف إلا أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الأناقة دي الكتسبان في غض البصر أناقة الرجل تبتدئ بغض البصر حيث جا واحد أوروبي المغرب ودار في البلدان في المغرب كلها بدأت تعجب في القهاوي صبهم في الصباح تيديروا الطبالي وتيديروا الكراسة لجيت الزنقة سووا لقالي وماش كانش يدي فيلي ولا شي حاجة ولا شي حفلة قال لي لا قال لي هذا شي عادي عندنا لأن الناس اللي تيقلسوا تيقلس باش يشوفوا الزنقة مع أنه ما عندهم تيحطوا الطبالة وتيدوروا عليها الكراسة جينا نقلسوا تنقلسوا باش رادي نتذكروا في شي حاجة ما الشيء باش نقلسوا النهار كله كل القهاوي اللي تيبخي يضرب داك الكويت صغير شي شي يمنو يعطي المول القهاوي بولي يحتل العشية وحيتي يجي العشية قولي يسخنوا فأناقة الرجلي تبتدئوا بغض البصر ونعطيه مثال دي الواحد شاب مغربي شارك في هذا شي دي القرعة دي الأمريكان وبعد ذلك حيتوفق ومشال تسمى يا كانت العجاب العجاب هذا الدعوة بالحال وهي هذه الأناقة في عمارة كبيرة وهو عارف من خلال الدراسة دي الوشيشوها دي الانجليزية فواحد من الدعاة دي المصر سجل هنا للمغربي بسول العائلة ديال فين فلان بمعنى ولدهم فين هو اقالي فين فلان را ولهم الملايرية شنو السبب بالاناقة اللي هي تتبتدئ بغض البصر كيف اشترى من القيصة طلع في السنسور في واحد العمارة مع فتات ما خلاتش في الماكياج ما خلاتش في الفتنة ما غطت إلا شي حاجة اللي هي تخصى تستر لأن حتى الإبداء ديالها تيطيح من القيمة والبرتري فيزيك والشكل الظاهري ديال هذيك الفتاة وهو وياها راس في راس وحادر عينيه اللرد ما تيشوف فيها ما تيدير ديك خائنة العيوني وما تخفي صدور لأن تتصيب لك الأغالبية ديال ديك السنسورات تتصيبهم منك ثوم المرايا ويدير راسهم حالا ما تيشوف فيهاش وورا تيشوف المرايا وتيشوف فيها وصيد ربي يعرفها تشادة لا عينيه اللرد وهي حاضية لأن هذا الشي اللي وجدت لمن اللي مرام بلين برا فهي حاضية السيد ما هش عليه للارض ومن بعد ذلك نزل في واحد الطابق من الطوابق اللي عنده به الغارة التنمية وتبعته هي هي ما زل غايت نزل في طابق آخر تبعته وعيطت ليه أجي قل لي نعم شنو معاي علشة عيط قلت لي هي قلت لي واش أنا خيبة قل لي ودي أنا ما عرفت وخيبة قلت لي أنا ماش يهمنيش أنا تكوني خيبة لراسق تكوني زوين لراسق أنا مات يهمنيش قلت لي علاش ما هزيتيش عينيك فيها حنا عندنا في الموشة مع الأمريكي حالات دياللي اغتصاب اللي تتوقع بالدقائق ماشي بسويع ولا شي حاجة بالدقائق على الصعيد ديالأمريكا كلها وانت ما كنش واحد اللي منعك باش تغي تشوف فيها وماش تشوف فيها شنو المنع شكولي شافك قال لي الدين ديالي قال لي شكولي شافت الدين ديالك أنا وياك راس فرأس قال لي الله أنا تمتعامل مع الله عز وجل اللي تشوفني في أي مكان كنتي وتعرف أي حاجة وأي حركة درس قال لي حيت شافت هاد هاد شي اللي تقلبوهما لأن عياو بهاد هاد شي ديال ندالة عياو بهاد شي ديال ما يسمى بالحرية بين قوسين عياو هاد شي هذا قال لي تزوجني قال لي هلا تعجبات كيفاش هاد ندالة تتعرض عليه هي بالجمال ديالها والرشقة ديالها والفتنة ديالها وكل شي تيتمنها وعاد كينا شي حاجة كتر من هاد شي هادا اللي تدعي للزواج ديالها وهو تيرفض قال لي لا تعجبات قال لي وعلاش قال لي هاد دين ديالي تيمنعني باش راد ينسوجك شنو الدين ديالك قال لي والإسلام هو اللي يدفعني هكا باش تينيف هاد الأخلاق وهاد السلوك وما تنمشيش نشوف بالنظر ديالي لأن الناس الربية غادي حاسبني وقال لي إن السمعة والبصرة والفؤادة كله أولئك كان عندهم مسؤولة قلت لي اش ندير باش نوليح تانب الدين ديالك قال لي هاد شي هدي اش غادي نقول ما الدين عندنا ما شي سير جيب لا خمسة ديال النصاف ومقليزيين وصير طلع نايا وصير عند القاضي سنيليك وصير عند الباشا وصير عند كادا وطلعهم بطل لا 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 غير قول لا إله أشهدوا أن لا إله 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 كلمة التوحيد أمام الله تحاج ضدك أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك أسامة كون صبت رضي الله عنه كون صبت للرض شق الإسلام ساهل مهل الإسلام دين يسرين كلمات تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنت مسلم قلت يا بلسانك ولا قلت يا بقلبك إلا قلت يا بلسانك فأنت تتسمى منافق لأن ما دخلاش لقلب ديالك ولكنك تحرمت دماء ديالك والأموال ديالك والنفس ديالك وتدفن مع المسلمين كما كانوا المنافقين قالين باللسان ديالهم ولكن قلب ديالهم كافر أما إلا قلت يا بالقلب ديالك فأنت مؤمن بحال هذا كل شيء عند رسول صلى الله عليه وسلم في سورة الحجورات وقال سيد الاربيس قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا هذا إسلام أنت أسلمتي ولكن ما زال الإيمان احتير صخف القلب ديالك فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هيا سلمت فداتوا لعند بها وبها من الملايرية ديال أمريكا وهي الوارثة الوحيدة دياله وعرضت بإفتخار هاد الشاب هادا وتم الزواج مبينتهم وصح الإسلام ديالها ماشية مثل منطقات بشهادتين وشعورات مطلوقها كما تنشفوه ويبغيوا يوريونه ويعلمونه في التلفازة الشريعة ديالهم معناه تنجي إلا كانت قنازها ولا داخل المقبرة ولا داخل الجامعة تدير هذه كوحدة شرويطة وشعر من هنا وشعر من هنا ياشي بس مكانها يادرت شرويطة فوقرسها قال لا مش هادا كول إسلام ومش هادا كول حجاب ومش هكاك ويبغيوا يقولون الناس هكذا القنازها قاعدة فيها الحزن وفيها هكذا كذا واحد شرويطة فوقرسه ولكن نص ديال الشعر بين هادا اللعب هادا اللعب مش يدين هادا فليهادا حسنة إسلامها وحسنة زواجه هاد الشاب مع هاد الشابة وهو اللي ولا مكلف بأتير ديال هاد الملاير ديال الأب ديال هاد الفتاة هذي والوارد الوحيد هو والمرأة ديال هاد الملاير هذي فهذي بدأت باش بالأناقة ديال الرجل أناقة الرجلي تبتدئو بغض البصر وأناقة المرأة دي تبتدئو بعدم لفت النظار من اللي تسكني قلسة في بوصبيت نعاسو هزا المرود وقلسة ولا هزا الكريون وقلسة تتصوي بالعين ديالك وديري الشرطة من هنا وديري كده كده شوني فتتعني هذي واش هتشيل هادا اللي تيكون في بيت نعاس اللي هو رجلك ولا البرا لا البرا حي تكوني خارجة ونتي قلسة تتصوي وتتصوي وتتقول لي هاداك الخيات ديالي يا إيفازينة زيّر باش تبان الرشاقة ويبان الفورمة ديال الجسد شي المان اللي البرا بحل هذيك المرة اللي مشت مع الرجل ديالي قلت لي يالله اللي مشي نشريه الحويج مشت تتشريه كل حاجة مثيرة لا ديال الحويج الظاهريين ولا الحويج الباطينيين فمن بعد ذلك حي تجل الدار ما شاف حتى حاجة من دكشي اللي مشاه معاها وش رايت ما شافش قل لي ها في الحويج قلت لي باش نالي إعجاب دياله لهذا أناقة المرأسي تبتدئو بعدم لفت النظر حي تكوني قال مرة خارجة للزنقاء انتي الغراض ديالك ماشي الناس الغراض ديالك تقضيشي غراض ايو ما تفتنيش عباد الله ما تقلبيش على الول الموثيرة ما تقلبيش على هذيك الخياطة المزيرة ما تقلبيش على الحويج اللي غادي تتير هادا ضد الأناقة أناقة المرأة تبتدئو بعدم لفت النظر حتى في الهضراء ديالك لهذا سيد ربيس بحان وسعنا حتى في الكلام قلنا فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ما تتحلونيش بالكلام ديالك باش هادك اللي هو الاخر واخت يكون ما نوحت شي حاجة تتحلوني في ديك الهضراء صافي مسكنتي الترخاء تتحلوني سوريتات وصافيتي واللي مجرور جريتي بدك شي لا الكلام محرج شحال هادي هي هادي كده كده مكاين لا ابتسامة ولا ضع ولا حتى شي حاجة هادش يادا تنبينو معارج لي هو اللي محتاج لهذا الابتسامة هو اللي محتاج لهذا الخضوع بالقول شي مرة تتكلمت مع واحد صديق ديالي في واحد مدينة من المودود فا تكلمت معاه عاطيني الفيكس ديال الدار وهوتي يمشي لشركة خدام في هاد تتكلمت معايا المرأة أغول غول المرأة أغول تتكلمت معايا انا تتخلعت في ذاك الكلام قلت لها فين فلان تتخلعت انا في ذاك الاسلوب ومن بعد ذلك اتصلت وعطتني النمرة ديال الإدارة فاش خدام تتكلمت معايا الكاتبة او اي 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 اذا ايا كلام هادا قال لي يا واحد صيد حيث قال لي يا راه تتكلمت معايا شي وحده بحركة قال لي يا نكون كنت غادية للخدمة نسامحنا في الخدمة بدك الكلام الحلو والمحلون هادشي هادا قلبنا المسائل لانا قام شي هادك هادك تتسمى هادك اسميتنا ذانا باش المراتب قاد توجد وتخرج باش غادي تفتن عباد الله بقصدين او بغير قصدين ما تقولش انا مش اشغولي ضب الرسوم اللي بغا اسفيتو هادك يغد البصار دياله لا هادك عاود بيني وبينسي دربي واش غادي يغد ولا ما يغدش ولكن انتي من الدار ما تكونيش تتلفتننا دار سيري بواحد اللباس ديري خاص عادة ديال الزنقة وديال الدار اهرام عندك عبادة اتفنني في الإثارات ديال هاد الزوج ديالك واناقة المرأة تبتدئ بعدم لفت النظر فكما ان هادك تتعامل مع الله الزوج لمباشرة فانت كذلك تتعامل مع الله لان رات قد تغطاي وديري اللباس اللي لفت عدم لفت النظر وكايش واحد اللي غادي يشوفك واخب هادك اللباس وكل شي وغادي تعجبه وغا يبقى يشوفك هادك العقاب دياله ولكن تتعامل ديالك مع الله نديري ذاك الشي اللي أمر بيس يدربي وطع الله إلا بغيت تعيشي السعادة ديال الدنيا والسعادة ديال الأخيرة وتعيشي المعنى ديال الأناقة ما يسوقش غادي فشراوت وغادي فكل شي وغادي فكل شي وغادي تجري وغادي تجري مورا ذاك شلي تجري وغادي تجريه وغادي تجريه هذا الشعورات من هادك شي فين ما تزعله شجاجة بيترينة نفيضة ديال الطوارئ ما عندك شو واحد لليستقرار روحي وهدوء لان اللي غادي يعطيك النقطة ومقبول لمدح دياله ولددم دياله أما الناس الخرون يعطيك صيفة رقائية يقولك خريبة ما تهمش ولكن راجلك هو كل شي فلهذا نعود نعود هذه الحكمة هذه أناقة الرجلي تبتدئ بغض البصر وأناقة المرأة تبتدئ بعدم لفت النظر والسلام عليكم ورحمة الله